أعلن وزير التربية في إقليم كردستان ألان حامل سعيد تطعيم أقرابة 100 ألف معلم وتدريسيا من لقاح المضاد لفيروس كورونا وقال الوزير في تصريح للصحفيين إن حملة تطعيم مستمرة وبشكل جيد وأكد سعيد أن الدوام في المدارس والأوساط التعليمية سيكون حضوريا وسيتم استئنافه اعتبارا من يوم الاثنين الموافق الـ 31 من كانون الثاني وأردف بالقول سنستئنف الامتحانات الفصلية التي لم نجريها بسبب سوء الأحوال الجوية ترجمة نانسي قنقر